تعهدت بجلب الديمقراطية والاستقرار والرخاء إلى العراق لكنها لم تأتي سوى بالظلم والفوضى والذل أكثر من 21 عاما مرت على احتلال الولايات المتحدة للعراق وما زالت صور الانتهاكات ضد المدنيين عالقة في ذاكرة العراقيين لأسيما تلك المسربة من سجن أبو غريب الذي تحول إلى نقطة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة فالصور التي صدمت العالم بأسره كشفت عن أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي والجنسي في ظل ظروف اعتقال لا إنسانية وقوضت جميع شعارات حقوق الإنسان التي حملها المحتل الأمريكي في عام 2003 ما يعيد فضيحة سجن أبو غريب إلى الواجهة مجددا هو شهادة الجنرال الأمريكي المتقاعد أنتونيو تاقوبا أمام محكمة أمريكية حيث أكد لهئة المحلفين أن المقاولة المشرفة على السجن أصدر تعليمات بتعذيب المعتقلين العراقيين عند استجوابهم كما أنه حاول تخويفه في أثناء تحقيقه في الانتهاكات المرتكبة ولم يكن أبو غريب هو السجن الوحيد الذي شهد تعرض العراقين لفضائع وانتهاكات لا سيما وأن الجيش الأمريكي اعتقل آلاف الرجال والنساء والأطفال في عام 2003 وقدر ضباط في المخابرات العسكرية أن نحو 90% من هؤلاء المعتقلين كانوا قد أخذوا بالخطأ بحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر ولا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لمحاسبة المسؤولين عن جرائمها ضد الشعب العراقي فوفقا لتقرير صادر عن منظمة Human Rights Watch فإن الإدارات الأمريكية تقاعست عن تعويض الضحايا العراقيين الذين عانوا من الانتهاكات سواء من كانوا في سجن أبو غريب أو في سجون أخرى وعلى الرغم من اعتذار الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأبن والحديث عن كيفية تعويض الضحايا العراقيين ما زالت فضيحة سجن أبو غريب تطارد الولايات المتحدة وتلطخ سمعتها بحسب صحيفة الغارديان فهذه الدعاية الأمريكية لا تجدي نفعا أمام قتامة صورة الديمقراطية المشوهة التي حفرها الجلاد الأمريكي في ذاكرة العالم